الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الشكر نعمة من أجل النعم بل هي النعمة المقيدة للنعم نعمة كما قال عنها الصالحون النعم وحشية لا تميل إلى الثبوت ولا إلى الدوام تميل إلى الفرار فكيف نقيدها؟ قالوا النعم وحشية فقيدوها بالشكر قيدوها بشكر القلب الذي استجمع نعم الرب ففاض بشكره فترجم على لسان العبد اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ثم ترجم ذلك من خلال الجوارح حيث طاعة الله والعبادة وتقديم النفع إلى الآخرين دون نظرا لأحد إلا لرب العالمين وها هنا تفتح الأبواب والأسرار أسرار الشكر والشاكرين تأمل لرب العالمين في كتابه الكريم يحدثنا عن نبي عجيب عن الخليل إبراهيم قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة رجل لا أقول بقبيلة ولا بمجموعة كثيرة من الناس لا أمة كيف وصل إلى هذا يا رب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فما السر أكمل الآية التي تليها شاكرا لأنعم فماذا ترتب عليه يا رب اجتباه قربه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم يحدثنا ربنا في صورة الإسراء عن ذرية نجاه الله من أمر من أشد ما يكون حيث في عهد نبي الله نوح خرج الماء من الأرض ونزل من السماء حتى على فوق رؤوس الجبال ظن ابن سيدنا نوح أنه سينجو ومات غريقا فوق سفح الجبل وعلى الرغم من هذا هناك قوم نجاهم الله وأشار إليهم في القرآن فقال ذريات من حملنا مع نوح ما السر يا رب إنه كان عبيدا شكورا أما عن سيدنا موسى هذا النبي العجيب أعظم أنبياء بني إسرائيل كليم الرحمن يخاطبه الرحمن كما سجل القرآن قال جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فماذا يا رب؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين كن من الشاكرين تنجو من عذاب رب العالمين تأمل لقوم لوط وفعلتهم الشنعاء ولذلك كان العقاب من أشد ما يكون قال جل وعلا إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر ما السر يا رب؟ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر إذا أردت أن يرضى عنك خالقك فييسر لك ويسخر لك كل شيء عليك بالشكر قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم أما إن أردت الثواب العظيم فكن من الشاكرين قال رب العالمين وسنجز الشاكرين تأمل إلى عظيم الكلمة وإلى عظيم التشريف والتكريم وسنجزي لم تضف للملائكة أضيفت إلى الملك وسنجز الشاكرين تمسك بالشكر كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبه لما أراد أن يوصي قال لسيدنا معاذ والله يا معاذ إني لأحبك أوصيك يا معاذ تأمل لوصية الحبيب إلى حبيبك قال أوصيني يا رسول الله قال لا تدعن في دبر كل صلاة أي عقب كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا أعانك على الشكر فاتح لك الأبواب ويسر لك الأمور هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي رب العالمين حتى تتورم القدم الكريم والشريف فيسأل تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من دنبك وما تأخر فيقول خير خلق الله أجمعين أفلا أكون عبدا شكورا أسأل الله العظيم أن يجعلنا من عباده الشاكرين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة